بحث وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي مع محافظ حضرموت مبخوط بالماضي جوالب تعزيز الاستقرار التمويني للمشتقات النفطية والغاز المنزلي بمحافظة حضرموت واطلع المحافظ خلال اللقاء على تنفيذ الدراسات الجارية بالوزارة لتنفيذ مشروع نقل الخزن الاستراتيجي للمشتقات النفطية من منطقة خلف بالمكلة إلى مدينة بوروم إلى جانبي مشروع شام حطة الخزن الاستراتيجي للغاز المنزلي والمصفا وأكد المحافظ والوزير على أهمية استقرار الوضع التمويني للمشتقات النفطية والغاز المنزلي والتنسيق المتبادل للدفع بالمشاريع الاستراتيجية وأبرزها مشروع مصفاة حضرموت ونقل الخزن الاستراتيجي إلى الموقع المخصص له بمدينة بوروم منوهين بتقديم تسهيلات لازمة لإنجاح هذه المشاريع التي تسهم في استقرار الوضع التمويني بمحافظة حضرموت وتطوير حركة التنمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر